هالبرنامج عم بتقدم لكم درعايد أندريوس ميديا مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مجددا خصصنا هالفقرة لحتى نحكي عن انطلاقة الملتقة السنوية الأول لرجال وسيدات أعمال الجالية العربية في كندا The First Annual Arab Canadian Business Gala يلي عم بتم تنظيمها من خلال شركة GQ Multimedia لحتى نتعرف أكتر عن هالفعالية السنوية معنا في الستوديو جمال القريوتي سي او في جي كيو ملتي ميديا وأيضا جوجو خطيب هيد كو أوردينيتر اوف دي أرب كندا بزنس قالا أهلا وسهلا فيكم أهلا يا ناسي سيستيلمة جمال طبعا أنت غني إعلامي وغني عن التعريف بس احكي لنا وعرفنا نحن المشاهدين عن شركة جي كيو ملتي ميديا وشو الخدمات اللي بتقدمها للجالية العربية طبعا شركة جي كيو ملتي ميديا هي الشركة المنظمة للكندا بزنس قالا شركة جي كيو ملتي ميديا شركة تأسست منذ ست سنوات حتى تقدم خدمات إعلامية وإعلانية متكاملة للجالية العربية ولمجتمع الكندي بشكل عام منذ بداية انطلاقتنا كان معنا الانطلاق الرئيسي هو إصدار جريد الوطن وهي جريدة بايويكلي نصف شهرية أو كل سبعين بتصدر بتتوزع 18 سيتي بمقاطعة أونتيريو عن 220 أوتلت بتتوزع فيهم الجريدة وهي جريدة شاملة فنية ثقافية اجتماعية سياسية توزع مجانا طبعا تمويلها الرئيسي هو من خلال الإعلانات فإلنا حضور من اليوم الأول مع قطاع الأعمال في الجالية العربية تحديدا طبعا عندنا كمان جريدة أخرى هي جريدة فنية ثقافية اجتماعية وهي شهرية اسمها سوربينا عندنا كمان إصدار جديد اللي هو الواتساب ميسيساقا هي مجلة إنجليزية متخصصة لمدينة ميسيساقا في أونتيريو بالإضافة لدينا خدمات إعلانية أخرى خدمات طبعية وخدمات تصميم المواقع الإلكترونية وكمان خدمة الإعلان التلفزيوني بالمحلات العربية فجيكيو مالتميديا بتقدم خدمات إعلانية متكاملة وآخر خدماتنا هو تنظيم الملتقى الأول لرجال وسيدات الأعمال العرب طيب من هون بدي أنت يقل جوجو احكينا كيف إجت فكرة Arab Canadian Business Gala يعني هي الفكرة إجمالا نحنا ما إجت هلأ عم نفكر فيها من فترة يعني هلأ إذا بتلاحظ أنت أنه عددنا نحنا كجالية عربية بكندا ما شاء الله بأزدياد عنا بزنسز بكل إندستري عنا رجال أعمال وسيدات أعمال وما شاء الله ناجحين ومتمكنين وعنا بروفشنالز كل يوم جديد بيجي عنا زوار جداد نيو كامرز عرب جداد ونحنا من خلال تعاملنا كجيكيو مالتميديا يوميا مع كم كبير من الناس بروفشنالز وبزنسز شفنا أنه نجمع كل هالفئات هايدي من الجالية العربية مع بعضهم من تحت سقف واحد بيكون كتير شي حلو ومنح أنه بيستفيد منه الكل يعني لما نحنا عم نجيب بزنسز مع بروفشنالز مع ببليك خلينا نقول أنه نتورك بزنس تو بزنس نتورك مع بزنس تو بروفشنالز بزنسز شوكيس السيرويسز والبروديكس طب وعليتهم للجالي اللي هني أنه كمان بالمقابل عم يستفيدوا عم يعرفوا شو فيها عندهم خدمات من الجالي العربية أنه من المزنسز و بروفشنز عم بتقدملهم أنه هي وين تو وين سيتيوويشن للكل عرفت علي وأنه بالنهاية زي ما قلتلك أنه ملتقى لألنا كل يتناك عرب نحتفل فيه بنجاحاتنا نلتقي مع بعض طب من هنا جمال لو تفصل لنا أكتر عن أهداف القالة وكيف بتشوف دور المؤسسات العربية في كندا هل في تعاون بين بعض أكيد أهداف القالة هي أهداف متنوعة ومتعددة مثل ما تفضلت جوجو الهدف الرئيسي للقالة أنه نجمع الفعاليات الاقتصادية العربية في إطار موحد وتحت مظلة واحدة الآن إحنا بنبلش كملتقة سنوي لكن الأمل كمان أنه يخرج عن هالملتقة فعالياته أطر للجالية في هالجانب الاقتصادي لدينا مؤسسات للجالية أغلبها ناجح وإلو حضوره وإلو فعالياته لكن أغلبها بيشتغل على نطاق خدمي أو اجتماعي أو ثقافي المجال الاقتصادي للأسف للآن ما في الشيء له حضور نتأمل هالخطوة تأسس لإطار يجمع رجال الأعمال كرابطة لرجال الأعمال العرب رجال وسيدات الأعمال لأنه ما شاء الله كمان سيدات الأعمال لهم حضور وإلهم موجود في إطار الجالية تحديدا فأملنا أنه يتولد عن هالملتقة فعالياته أطر اقتصادية تجمع الفعاليات الاقتصادية مثل تبادل فرصة العمل الهدف منه أنه مجرد أنه نجمع سيدات ورجال الأعمال العرب تحت ثقف واحد أنه التعارف أكيد سينعاكسوا إيجابا أنه يتبادلوا المنافع الخبرات والخدمات ممكن يصير علاقات عمل وشراكة بالإضافة إحنا المهنيين حابين نجمعهم حتى يتعرفوا عن الناس الممكن يقدموهم ووفروا لهم فرص عمل وهيكا بنعزز حضورنا كجالية في نطاق اقتصاد المقاطعة واقتصاد كندا بشكل عام فهذا الهدف دور المؤسسات العربية عندنا مؤسسات عربية يعني الجالي العربية الآن عريقة في كندا ففي عندنا مؤسسات حاضرة في بعضها من الثلاثينات أهم المؤسسات اللي هو الاتحاد العربي لكندي اللي اتأسس في عام 1967 فعمره 44 سنة أو 45 سنة لو تحكينا باختصار لأنه لازم ننتقل لفاصل بكل سرور فالهدف أنه هلا كمان الوقت حان حتى يكون فيه أطر اقتصادية للجالية ومؤسسات اقتصادية نتأمل من جميع مؤسسات الجالية وكلهم أبدوا ترحيب وتشجيع أنه يكون يحط ديهم بأيدينا حتى كمان نجحها الفعلية ويتولد عنها الهدف منها وهو تشكيلات اقتصادية للجالية العربية في كندا نعم جمال طيب إحنا بس بدنا نتوقف لفاصل إعلاني قصير ومشاهدين ستوقف لفاصل إعلاني قصير ومن بعدها رح نحكي بتفصيل أكتر عن الفعالية خليكم معنا لبعض الفاصل هالبرنامج عم بتقدم لكم دراعية أندريوس ميديا مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مجددا قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الأرب كنيديان الفرس أنيول أوف دي أرب كنيديان بزنس قالا اللي عم بتنظمها شركة جي كيو ملتي ميديا ومعنا في الاستوديو جمال قريو تي سي أوف جي كيو ملتي ميديا وجوجو خطيب هاد كوردينيتر أوف دي أرب كنيديان بزنس قالا أهلا وسهلا فيكم مرة تانية جوجو احكينا عن الفعاليات أو الفقرات اللي رح تتقدم بالملتقة يش ودي خبرك يا لما تلاقيتي شهود نحنا موقع تبلشنا حتى ننظم فيها لها القالا وهيك يعني ما في دي تيل صغير تركناها إلا ما فكرنا فيها فنحنا يعني من خلال القالا هيدا اللي بروغرامي اللي عملنا إلا إنه بدنا نرضي كل جاست جاي لعنا إذا كان بزنس إذا كان بروفاشنال إذا كان جاست إنه جاي لحتى بس يحتفي إنه بارتي لقلو يعني البزنسز طبعا إنه حيبلش نحنا حنفتح البويبونيك من الساعة ستة سو من الساعة ستة للساعة ثمانية حيكون في المعرض هو يعني مني إكزيبيشن لاتساي أنه عنا تقريبا لها الأسوفار تليتين نحنا بزنس مشتريك كل بزنس عند البوث تبعولته عنده الادفرتيزمنت ماتيريالز ماركتين ماتيريالز سيروسيس بروديكتس وبردكتس ووهلاه يمكنك تشوكيس موجود هيدا نحنا عمينه كليتو بالكونونشن سنتر اليرن ميلز كونونشن سنتر نحنا إخدين الكونونشن سنتر كليتو حجزناه هلاه وقسمناه إنه في قاعتين إنه حيكون فيهم البزنس ديس بلي وقاعة ثانية هتكون لوحدة هديك منفصلة قاعة كبيرة ثانية هديك فيها العشاء والحفلة الفنية حيصير هلا القاعة ثانية اللي فيون البيزنس ديس بلاي بساعه على الاعيد اذا كان على الاعيد واحدة بتساع 450 واحدة بتساع 220 هيدا على الاعيد فنحن ما فيقعود هونيك هيدا بس انه ديس بلاي ستايبولز لالبيزنس هيدا الترافيك حيكون عم ينتقل من هون وهنيك بس كمان انه حاولنا نعمله شوي كوزي شوي مختلف فحطينا فيه حيكون فيه عود فيه حيكون عنا معنا نبيل صعب عم يلعب عود عالخفيف يعني منه انه صوتي كتير عالي وحيكون طبعا فيه ضمن كوكتيل ريسيبشن هم يعني انه الناس وهني عادين عم يتفتروا وبيتفرجوا على الناس وهيك انه كمان انه عم يكلوا أبيتايزرز وبيشربوا درينك كمان امين كمان امين وقدر انه سمعت انه رح تقدموا جوائز لو تفصلين اكتر عن الجوائز هيدا ايه بعد ما يخلص من الست الاثمين هيدا هيكون البزنس شو بعد هيك هيصير فيه عنا حنتقل العشا قبل العشا هيكون فيه عنا سبيتشز فيه عنا المير جي كمان احنا مستضيفينه فطبعا حطعت المير جمال حيحكي كمان كلمة وحنرحب بالنس اللي جيين وكمان في عنا شغلي حنكرم بعض الشخصيات والناشطة بمجتمعنا بالجالية العربية ان كان بزنس او على مستوى ثقافي اجتماعي سو فيه قره دي هلا عنا نحنا مجموعة حيتم تكريمه وزي ما قلت انت الرافل هيدا الرافل شغلي كمان انه هيدا هدية من الاسبونسرز طب عالتنا ومن جي كيو مالتي ميديا في عنا مجموعة جوائز ما فينا عدلك يوني نسيتون عدين اهم كم جائز عنا رحلة على كوبا مع اقامي عنا خاتم المس عنا لابتاب عنا الكترونيات عنا سجادة سجادة منيحة يعني من هيدا العجمة بقلولو عطيدي ممكن الف ومتين دولار حقا في عنا جوائز كاش في عنا غاز كارتز عملك بليان وفي عنا الاسبا و طب خلي انت البس لجمال من هون جمال على اي اساس بتقيم نجاح الملتقة يعني هذا هو الملتقة السنوية الاول نتأمل ومرهنين على نجاحه ومرهنين على تعاون الجميع والجميع الحمد لله ابدوا استعدادهم ورغبتهم للمشاركة وللمساهمة وهم يعني فهموا الهدف والدور اللي بنسعى له من وراء تأسيس هيك ملتقة سنوية لرجال وسيدات الاعمال بالجالية ممكن مؤشر النجاح حجم المشاركة وبإمكاني اقول بكل ثقة ان حجم المشاركة الحمد لله عالية قياسا لحجم الشركات اللي ابدوا رغبتهم ومستعدادهم انه يعملوا رعاية لها الفعلية عنا اكثر من 30 شركة ومؤسسة كمان اغلب مؤسسات الجالية واغلب الفعاليات الاقتصادية ابدوا تعاونهم ورغبة بالمشاركة فهذا مؤشر كثير رائع ومهم بالنسبة انه ورهان كبير على نجاح الملتقة طبعا فينا ان شاء الله بعد ما يعقد الملتقة راح نعمل جلسة تقييمية كشركة جي كو ماطميديا ورح نستمع كمان من اللي شاركوا فعاليات الاقتصادية وحتى الافراد نسمع اراءهم نسمع وجهات نظرهم يعني ناخد فيدباك منهم حتى للسنوات القادمة ان شاء الله سنة التالية الملتقة الثانية كمان نضيف تحسينات عليه يعني انتو عم بتفكروا تعمل هذا الملتقة بشكل مستمع نعم هو ملتقة سنوي وهذا الملتقة السنوي الاول الفقرات مثل ما تفضلت جوجو عاملينها بحيث تلبي الهدف من الملتقة اللي هو تحقيق التعارف بين الفعاليات الاقتصادية بغرض انه يتبادلوا المنفعة والتعاون في هالمجالات الاقتصادية بينهم ويفتحوا الابواب كمان لأفراد الجالية ناس البروفيشنالز اللي بالجالية حتى ياخدوا فرصتهم في العمل فنتأمل ان شاء الله تكون كل الأشياء متكاملة بحيث نحقق النجاح المرجو من وراء الملتقة طب خليني اختم بآخر سؤال لجوجو شو بتتوقع حجم الحضور ووين التكتس متوفرة للناس اللي بتحب تشارك بهذا الملتقة هلأ نحنا بالنسبة للسبونسورز طبولتنا هيدولي لوحدون على جناب والردي هلأ نحنا صار في عنا تاريمة 300 تيكت انه رايحين يعني فمعناتها 300 شخص عنا بالاضافة للسبونسورز طبولتنا وان شاء الله يعني نحنا متوعين كل شوي بيجينا اتصالات لحتى انه ناس بدون تيكتس التكتس موجودين بمسا قفي عنا موجودين بمحمصة سمارة موجودين بمحمصة سمارة بسكاربرو موجودين بهاملتهم بأسواق المدينة اجمالا بكل الجي تي اي موجود وموجودين على الاعلانات والبوسترز طبولتنا بالويب سايت موجودين طبولتنا انه يعني you can get them like anywhere it's easy to get them طيب اكيد طبعا اي حدا معني ومهتم بامكانه يتواصل معنا سواء مباشرة او يجوزونا على مكاتبنا بمسيساغا او يتصل فينا على 416-827-4508 واحنا كافلين نوصل له حتى التيكتس معنيين الجميع يجو معنيين الجميع يشارك معنيين الجميع يتبادلوا المنفعة والامل كمان انه هالملتقى يكون قاعدة لانطلاقة اقتصادية بين الاوساط الفعاليات الاقتصادية العربية ويشكلوا اطر لرجال وسيدات الاعمال اطر او روابط اقتصادية فيما بينهم نحن اسرة امنيات نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى للملتقى ينجح وان شاء الله نشوفكم في الملتقى نتشرف فيكم ونشكر امنيات اللي دائما هي كمان سباقة للطغطية الاعلامية للانشطة في الجارية شكرا نحن اسرة البرنامج منهنيكم على هالملتقى ومنشجع طبعا الجارية العربية انها تنضم للكم وتشارككم فيه ولهون احنا مشاهدينا خلصة حلقة اليوم ان شاء الله منلتقي بالحلقات القادمة وبترككم مع بخية برمجنا لليوم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة